الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله 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 أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله 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 أكبر وسبحنا أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله 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 أكبر الله أكبر ولله الحمد أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر والله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مهلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وهده صدق وعده ونصر عبده وأأز جنده وهزم الأهزاب وهده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر 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 الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله و الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله و الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله و الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله و الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر و الله أكبر الله quoi والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إلا الله الله أكبر 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 ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر 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 129. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه خرصين لحدين ولو كره الكافرون 121. لا إله إلا الله وحده صدك وعده ونثر عبده وعز جنده وحزم الأهزاب وعده 122. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد 122. لا إله إلا الله والله أكبر 123. الله أكبر ولله الحمد 124. الله أكبر الله أكبر الله أكبر 122. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد 122. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد 122. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد 123. لا إله إلا الله أكبر long 123. لا إله إلا الله الله حمد أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وبركاته السلام عليكم وبركاته السلام عليكم وبركاته السلام عليكم السلام عليكم وبركاته 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 مسجد Al-Falah kita ini dalam pelbagai aspek kami terus berharap sekian para jemaah dapat terus memberi sokongan yang padu kepada usaha-usaha kami ini ini adalah penting untuk membolehkan kami memberi perkhidmatan yang terbaik kepada jemaah masjid khususnya dan juga kepada masyarakat Singapura pada umumnya tuan-tuan dan puan-puan saya ingin memohon kemaafan bagi pihak lembaga pentadbir Masjid Al-Falah di atas kesilapan dan kekurangan yang mungkin kami lakukan sepanjang melaksanakan tanggungjawab dan tugasan kami mohon maaf Zahid dan Batin sebagainya semoga segala usaha para jemaah dalam membantu Masjid Al-Falah diterima oleh Allah dan semoga Allah merahmati dan memberkahi para jemaah sekalian amin Allahumma amin Allahumma amin be well throughout the year insha Allah first of all I would like to express my heartless wish min al-aidin wal-faizin kullu amu antum bi khair dan salamat hari raya to all who gather here in this glorious morning allow me to extend my sincere appreciation specifically to our jemaah for the various form of support and assistance that you have given to this masjid may Allah reward you generously for your noble deeds amin in this identity let us fill our hearts with gratitude to Allah for allowing us to show our commitment to him throughout the Ramadan let us hope Ramadan has elevated us to become a better version of ourselves and let us further eliminate this spiritual confidence even though Ramadan has handled we have got some great things to share with you this morning and I'd like to get started with a few updates as part of our Ramadan as part of our Ramadan tradition to spread the message of sharing and caring among our community we have prepared more than 800 packets of our savory porridge on every afternoon after Zohar prayer now the response has been so inspiring and overwhelming that all 800 packets or more has been given away every single day for every Ramadan since 1987 Alhamdulillah Mujahid Al Fala has always been the popular and preferred location for our Muslim community in Ocherwood to break their fast since then our Jama'a has grown to over 500 to 600 Jama'a at every iftar Alhamdulillah our Jama'a love the amazing atmosphere as they share the iftar mails that symbolizes friendship understanding and social harmony a big thank you to all of you Ramadan was also an opportunity to do more good deeds the Sunnah of Tarawih prayers has become a great tradition that our Jama'a look forward to every year then in as little as little as 8 and as much of 20 raqa accompanied by 10 raqa of Tahajjah prayers during the last 10 nights it was amazing to see how we stood in line together and spent our nights seeking the pleasure of Allah and his messenger it is our strong belief to serve our Jama'a with compassion and from our heart and always do our best to ensure that your Ramadan is more meaningful and spiritually enriching as you know today is a public holiday but Jid Afala usually is not filled to maximum capacity for Jama'a prayer we would like to highly encourage all of you to patronize Jid Afala to ease the overcrowding of mosques in the heartlands may you and family be blessed with maqfira rahma and baraka in conclusion I would like to express my gratitude to each and every Jama'a who has helped Mnjid Afala in various aspects we continue to hope that you will always support us and may all your efforts in assisting Mnjid Afala be shown with infinite mercy and blessings of Allah ترجمة نانسي قنقر 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 الله أكبر الله أكبر الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعنت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضانين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجمة نانسي قنقر سيذكر من يخشى ويتجنبه الأشقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف الأولى الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال آمين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث غاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبا تصلى نارا حاميا تسقى من عين آنيا ليس لهم طعام إلا من دريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضيا في جنة عامية لا تسمع فيها لاغيا فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمالق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلوا عليه وسلموا وبارك عليه وعلى آله الله أكبر 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 الحمد لله الذي أمد أولياءه بالتوفيق وألهمهم كلمة الحق والتصديق وأرشدهم إلى أوضع محجة وطريق وجعلهم برحمة خير أمة وفريق أحمده على النعمة التي بها حبانا وأشكره على الملة التي بها هدانا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله الله صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهاده أما بعد فيا عباد الله اتقو الله وصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته بلاد جماعة رحمكم الله سنا نقام على أن أعطائم على اله professore أعطائنا بإعطاء الله وطاعته أعطائنا بإعطاء الله وطاعتنا بريقاء الأميرة للغاية بالتعزرة لأننا بمان من رمضان أمين يا رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر والله الحمد سبحانه وتعالى 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 نحن نتبقى الله عليه وسلم deters a person from feelings of hate and hostility. Hence, it applies that spirituality should not only benefit an individual but to the society as well. Furthermore, the goal of spirituality instill in us the desire to bring about goodness to our surroundings. A prime example of this would be how the companions رضي الله عنهم describe Rasulullah صلى الله عليه وسلم to be more generous in Ramadan than the nourishing winds. Beloved jamaah, فمن يوم مسؤولون في الرئيس أبداً لن يكون متعرفة بالنسبة إلى أن هناك الشراء في الدنيا إذا كنت حاظتنا في صباحنا لن تركهم في مدراتهم في مدرعه بالتكلم للمشاومة المفترض فمن يضحيقون الهناس لأسفة تريد أحدهم who are in need one who is pure in spirit drive his society forward and encourage the sharing of resources among in its individuals this is what allah subhanahu wa ta'ala instructs us in surah al-hashr verse 7 barraudhu billahi minash shaitan rajim bismillahirrahmanirrahim ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتق الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم which means and what allah subhanahu wa ta'ala restore to his messenger from the people of the towns it is for allah and for the messenger and for his near relatives and orphans and the stranded traveler so that it will not be a perpetual distribution among the rich from among you and whatever the messenger has given you take and what he has forbidden you refrain from and fear Allah indeed Allah is servient in penalty remember beloved jamaah a person rooted in spirituality will never ignore the advice of Rasulullah SAW as related by Imam Al-Bukhari which means you are not given a assessment from Allah subhanahu wa ta'ala except through the supplication of the needy amongst you Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahi lhamd beloved brothers and sisters we have mentioned how spirituality in Islam is not limited to our relationship with Allah subhanahu wa ta'ala it is precisely the love for Allah subhanahu wa ta'ala that guides us to spread compassion and mercy to his creation Rasulullah SAW had taught us a well-known supplication narrated by Imam Al-Bukhari and Imam Muslim Allahumma inni a'uzu bika min al-ajzi wal-kasal wal-jubni wal-haram wal-bukhal wa'a'uzu bika min athabi al-kabar wa min fitnatil mahya wal-mamad which means, O Allah, I seek refuge in you from weakness, laziness, fear, frailty and all in all age and stinginess I also seek refuge in you from the punishment of the grave and the grief in life and in death that is the true outcome of spirituality a mu'min who is strong in his conviction and faith will be free of doubt and anxiety such is the lesson that we hope to attain from Ramadan our hunger, our thirst has never once cast doubt on our ability to fast every day for an entire month until the coming of Eid we have never allowed fatigue from our fast to disrupt our responsibilities despite all these challenges, life resume as it always has such is the strength and spirit of a mu'min who fast he is confident in his faith and ability to face any circumstances which he finds himself in when we speak about Islam when we speak with confidence when we spread rahmah, mercy and compassion we do so with confidence if we are living in a community, we should interact with confidence if we are contributing to our society, our nation or perhaps even the world itself let us do so with confidence in this day and age, it is unbecoming for our Muslim community to preserve our faith by pulling ourselves from the realities of life how long should we presume that our spiritual growth is still and broken and hence we should cower behind the walls of our own delusions yes, there are rooms for improvement to our convictions in faith especially amongst the younger generation the most sensible course of action now would be to strengthen our knowledge and understanding of faith today we are witnessing a growing number of youths and members of the Muslim community who are actively engaging in the interfaith dialogues and discussions striving with confidence the Muslim community in Singapore has now begun to visit different houses of worship to better understand the uniqueness of each faith we do so with a strong understanding of our faith we are not easily influenced by opinions which say that our children should not visit the houses of worship of other faiths because it weakens their conviction my brothers and sisters in Islam although there are scholars who are in favour of this opinion there are no lack of scholars who view otherwise and say that it is permissible for non-Muslim to visit mosques and Muslim to visit houses of worship of other faiths this opinion is taken from the example of the Prophet Muhammad SAW himself it was reported that the Prophet SAW hosted a group of Christians from Najran in his blessed mosque and when it came time for his guests to pray the Prophet SAW allowed them to pray in his masjid Subhanallah this guidance from the Prophet indicates that when a Muslim is confident in his spiritual conviction he does not feel disturbed to interact with members of other faiths and that is the true nature of confidence that we strive to achieve from our spiritual growth we aspire to develop a generation of Muslim who are well-versed and appreciative of their faiths who are confident in their belief wherever they are we feel calm and knowing the fact that they are Muslims by virtue of knowledge and understanding and not by means of birth without any knowledge of their religion اللَّهُ أَكْبَرَ اللَّهُ أَكْبَرَ اللَّهُ أَكْبَرَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدِ دِرْجَمَعَهُ رَحِمُواكُمُ اللَّهُ Ramadan has seen past but it has left us with a heightened sense of spirituality let us ensure that this precious gift continues to grow let us nurture our spiritual growth with acts of worship whether it is for our personal benefit or for those around us the everlasting peace and tranquility that we seek to accomplish from our spiritual growth will be far greater if we avoid hurting others and harming Allah SWT's creation let us pray to Allah SWT with the doa that was recited by Nabi Sulaiman alaihi salam in surah An-Namal verse 19 وَعْدَ أُعُذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ اللَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى 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 وَعَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَغْضَى وَأَذْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّانِحِينَ صلى الله عليه وسلم which means My Lord, enable me to be grateful for your favor which you have bestowed upon me and upon my parents and to do righteousness of which you approve and admit me by your mercy into the ranks of your righteous servants May Allah SWT increase us in gratitude May he fortify our conviction and nourish our hearts with mercy, love and compassion May we continue to perform good deeds which bring benefit to his creation Amin يا رب العالمين بارق الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمؤمنين والمؤمنين فاستغفروا فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين آمين يا رب العالمين اللهم صلي وسلم يا رب العالمين وزد وعدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأسرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وربي الله تبارك وتعالى أن كل صحابة رسول الله أجمعين الله أكبر 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 الحمد لله الذي أعالى الأعياد وكرر أحمده سبحانه أن خلق وصور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يفقل به الميزان في المحشر اللهم فصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الفائزين بالشرف الأفخر أما بعد فيا عباد الله اتلقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وصلوا عباد الله على رسل الهدى وخير الورى فقد أمركم بذلك المولى جل وعلا حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه اللهم صلِّ وسلِّم على رسلك المجتبى ونبيك المصطفى سيدنا محمدٍ أفضل للخلق وخير الورى وعلى آنه وصحبه لأهل السدك والوفى اللهم روضَّ القلِّ للخلفاء الراشدٍ أبي بكرٍ وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه وأن بقية الصحابة والقرابة والجمعين وتابعين إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمان والممينين والممينان الأحياء منهم والأموال اللهم إنك قريب مجيب دعوان وغافر الذنوب والخطيئان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين ربنا لا تزن قلوبنا بعد هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيثاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزلكم وسألوه من فضي يوطكم وعلى ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صلاة الله سلام الله على طاح رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله الله صلاة الله سلام الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طاح رسول الله صلاة الله على ياسين حبيب الله صلاة الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله على يسين حبيب الله صلات الله صلات الله على قها رسول الله صلات الله صلات الله على يسين حبيب الله على يسين حبيب الله صلات الله صلات الله على قها رسول الله صلات الله صلات الله صلات الله على يسين حبيب الله على يسين حبيب الله حبيب الله الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله حبيب الله صلاة الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله حبيب الله حبيب الله حبيب الله حبيب الله الله سلام الله على طه رسول الله صلى الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله الله سلام الله على طه رسول الله صلى الله سلام الله على ياسين حبيب 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 الله حبيب الله على ياسين حبيب الله 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 حبيب أميب الله الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله الله السلام عليكم 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 السلام عليكم